طيب نروح للنادي الأهلي طبعا كريم زمينا طبعا عزيز كريم أحمد تابع تمرينة النادي الأهلي النهاردة هممكن يلا حضرتكم الصورة بشكل كامل ويعرفكم على آخر الأخبار متعلقة بفريق النادي الأهلي واستعداداته قبل 48 ساعة من مواجهة المقاولين العرب خلينا نرحب بكريم كريم مساء الخير مساء الخير عليك زمينا العزيز أحمد كل التحية ليك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي بالتأكيد يعني المرحلة الأخيرة طبعا بالنسبة للإستعدادات الخاصة لمباراة المقاولون وعودة بقى من جديد لبطولة الدور العام وبرط بطولة الدور العام كان عندنا الحقيقة ناص كبير الفترة الفاتت بكل اللعبين الدوليين لكن المجود كان كبير جدا من بيتسو موسيماني وكل اللعيب الحقيقة اللي كانت بتشارك فيها تدريبات خلال الأيام الماضية لكل الحقيقة زمينا أحمد محتاج الفرصة لكل بيحاول يزبط مباراة الحقيقة مينة سمنود بعيدا زي ما قلنا على النتيجة لكن التركيز كان كبير والأداء كان مميز جدا بالنسبة لعابة النادي الأهلي الأداء البدني ومدى تركيز اللعبين ده يمكن اللي وقف عليه بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني مرحلة طبعا اللي احنا فيها كلها طبعا محاضرات فنية ويمكن بيتسو موسيماني بيعقب انتهى المحاضرة الفنية مباشرة بيكون تطبيقه على أرض الملعب حماس وجدية كبيرة كعادة كل لعابة النادي الأهلي فيها التدريبات ومنها ان شاء الله بإذن الله بنعمل الحماس الكبير ده يكون متواجد في مباراة المقاولون العرب لان الحقيقة بتتميز فريق المقاولون سواء القيادة الفنية كابتن عماد اللعابة المميزة عندهم عناصر مميزة جدا وكل مباراة أمام النادي الأهلي هي مباراة بطولة ويمكن احنا عارفين هذا الأمر فمحتاجة موجود كبير وتركيز أكبر ان شاء الله من لعابة النادي الأهلي تدريب اليوم كعادته طبعا فقرات بدنية والجزء التاكتيك الأكبر اللي كان مع فريق النادي الأهلي اليوم الحقيقة الكل مركز جدا فيها المباراة لكن كمان بأكدلك على عودة الدوليين يمكن كمان بيرسي تا وديانج مشاركوش النهاردة فيها لتدريبات الرجل بيحاول أن هو يديهم أكبر قسط من الراحة مع كل طبعا اللعابين اللي شاركت خلالها أمام الماضية سوى في منتخبتها الدولية وأيضا كمان لعابة منتخبنا الوطني على عمل ان شاء الله غدا في تدريب الفريق اللي يكون في الساعة الرابعة عصرا ومنها إلى معسكر مغلق للفريق النادي الأهلي قبل مباراة المقاولون ان شاء الله نتطمم بشكل كامل على كل اللعابين في التدريب النهاردة مش شفناش أي عنصر متواجد من كل لعابة العائدين على قد ما احنا ان شاء الله عندنا سيخة كبيرة جدا أن الانكار الزهد يكون موجود والحماس يكون موجود وأي لعب يكون متواجد ان شاء الله في القائمة اللي يخد بيها بيتسو موسماني مباراة المقاولون العرب لكن بأكد لك وبطمينك زماني أحمد بشكل عام على كل اللعابين تركيز كبير وجدية كبيرة في التدريبات ان شاء الله بإذن الله نأمل بيتسو موسماني قعدتوا قراته الفنية من خارج الخطوط وقبل مباراة تكون مميزة جدا ولعبتنا ان شاء الله بإذن الله تكون في قمة تركيزة في مباراة المقاولون تلات نقاط هيكونوا مهمين جدا للحفاظ على صدارة لقب بطولة الدور العام خلينا نطمن منك على الدوليين اللي شاركوا مع منتخباتهم سواء المصريين اللي عموا مع منتخب مصر أو الخميسي المحترف في نادي الأهلي الأجانب أنا أعرف أن طبعا كل محترفين وصلوا طريق تفكير ميستر بيتسو موسماني في التعامل لمباراة المقاولين هل تتوقع يعتمد عليهم وشاركتهم في التبنيات النهاردة ومدى جهزيتهم نعرف الوضع بالنسبة للعابين الدوليين في النادي الأهلي الحقيقة زميل أحمد كنا منتظرين نهاردة نشوف أي عدد من اللاعبين حتى في جزء من التدريبات الجامعية على أساس أن نشوف وقوفهم طبعا ووقوف الحالة البدنية وحالة التركيز الفعل عابة النادي الأهلي لكن يعني حتى دي اللحظة ممكن كل اللعيبة شاركت في بعض الستشفى ريكوفري طبعا لكل اللعيبة اللي راجع يمكن كمان زي ما بقولك بيرسي تا ووديانج نهاردة خدوا جرعة بسيطة جدا في الجيم ومشاركوش في التدريبات الجامعية لكن غدا هو بقولك الأمر اللي يكون مهم جدا غدا يكون تدريب كامل لفريق النادي الأهلي آه تدريب يكون مغلق لكن الحقيقة بكرة هنشوف كل اللعيبة هتتواجد من اللي هشتكي من إيه هل حد عنده إجهاد هل حد يشعر من أي حاجة لكن بشكل عام لكل اللعيبة يمكن طبعا نحن بحتاجين لكل اللعيبة وكل اللعيب لابد يكون في تحامل على نفسه بشكل كبير مش على قد طبعا يكون فيه إصابة يكون متحمل عليها على قد ما يكون فيه تركيز كبير وإنكار زاد كبير جدا وروح الفنانة الحمراء إن شاء الله تغلب على فريق النادي الأهلي لأن احنا عندنا عدد كبير جدا لو استثنينا كل اللعيبة طبعا اللي راجعة سواء الدوليين أو العمين المنتخب يعني السكواد هيبقى في حيرة شوية البيتسو مسماني لأنه مش هيبع عندك تغييرات متواجدة لكن إن شاء الله بإذن الله نتمنى أن نتطمن عليهم بكرة في التدريب وإن شاء الله بإذن الله يكونوا كلهم جهزين ويكون كلهم أوراق ربحة لفريق النادي الأهلي في مبورات المقاولين العام طيب متل أهلي مكتملة كريم ولا فيه لعيبة لسه بتكمل برامج تأهيل أو برامج علاجية يعني الحمد لله من أيام كثيرة جدا ومن شهور كثيرة جدا آه آه يعني من أيام كثيرة جدا ما شفناش إنه ما فيش إصابات لفريق النادي الأهلي الحمد لله ولسه إليمان بيعود صلاح محسن بيعود متولي محمد محمود كل اللعيبة دي الحمد لله بنأمل إن شاء الله ما يبقاش في أي إصابات لفريق النادي الآلي محتاجين كل اللعيبة ومحتاجين كل العناصر المتواجدة مع فريق النادي الآلي في مشوار هيكون صعب جدا في بطولة الدورة العام إن شاء الله بإذن الله كل التوفير لرجالة الأهلي إن شاء الله في مبارات المولين بشكرك شكرا جزيلا زمينا العزيز كريم أحمد من ملعب تيتش